بتكون تعرفوا أديش بيكلفكم المشوار من مكان ل مكان آخر رح نشوف سوا بعد ما ارتفع سعر صفيحة البنزين اليوم بشكل جنوني ووصل ل 397 ألف ليرة وتراجع سعر صرف الدولار لل 20 ألف و 500 ليرة تكلفة الانتقال بالسيارة تغيرت وارتفعت أيضا وبعملية حسابية استندنا لإجراءة على دراسة من الدولية للمعلومات تبين أن الكيلومتر الواحد بيكلف 3500 و 155 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكة 170 كم بالصفيحة الوحدة علما أن التكلفة بتزداد أو بتنخفض بحسب طراز السيارة قديش بتستهلك هذه التكلفة توزعتها على البنود التالية كلفة البنزين 2335 ليرة وهي بتمثل نسبة 72 من الكلفة الكاملة كلفة الزيت والفلتر للمحارك 90 ليرة كلفة البطارية 47 ليرة كلفة الدوليب 190 ليرة كلفة البوجي 37 ليرة زيت الأوتوماتيك 23 ليرة فرامل أمامية وخلفية 130 ليرة مساحات للزجاج 19 ليرة رسوم الميكانيك 9 ليرات تأمين ضد الغير زي التأمين ألزم 250 ليرة غسيل سيارة 6 مرات سنويا وتنتحديد كلفة استهلاك قطع السيارة بناء لمسافة بتقطاعها سنويا بمعدل 11 ألف كيلومتر وبناء لسعر صرف الدولار بـ 20 ألف و 500 ليرة إذن صار فيكم اليوم تحسبوا تكلفة مشواركم بالعملية الحسابية التالية بتشوفوا كم كيلومتر بتكون تقطعوا وهذا الشي صار سهل على جوجل مابس وبتحسبوا عدد الكيلومترات اللي رح تقطعوهن ضربة 3155 ليرة فمثلا من ترابلوس لبيروت فيه 160 كيلومتر يعني التكلفة ذهابا وإيابا بـ 505 ألف ليرة من بيروت لجونة ذهابا وإيابا فيه 50 كيلومتر يعني التكلفة 158 ألف ليرة من بيروت لصيدة ذهابا وإيابا فيه 90 كيلومتر يعني المشوار بيكلف 284 ألف ليرة هذه التكلفة بلا ما نحسب الأعطاء للمفاجأة وبل ما نحسب طبعا عجقة السير ومثل ما دايما بيقولو لكم نحسبوا خطواتكم صار فينا نزيد علي ونقلكم حسبوا مشاويركم